أول حاجة عايزة أقولها لحضراتكم في حلقة النهاردة جملة مهمة يعني مبدئين مهمين جدا هي يعني مبادئ في هيئة جمل المبدأ الأول هو ممنوع الإحساس باليأس ممنوع الإحساس باليأس ليه أنا بقول لكم الحكاية دي؟ لأن كتير جدا جدا من الأمهات وأنا بتكلم عن الأمهات مع أن المهارة دي لازم يشترك في تعليمها للطفل الأم والأب أكيد الأم بيبقى مجهودها أكبر زي العادة مجهودها أكبر مع أطفالها في كل حاجة ولكن فكرة أن الأب ما يبقاش له دور لا ده الأب له دور مع الطفلة أو الطفلة اللي بيتعلمه المهارة وله دور مع الزوجة اللي هي الأم وقلنا ده برضو الحلقة اللي فاتت ممنوع الإحساس باليأس لأن ممكن ييجي فترة أو إحساس كده في فترة ما على بعض الأمهات ويحسوا أنهم عندهم مشكلة يحسوا أنهم ابنهم مش فاهم إحنا بنقول إيه أو مش مستوعب أو بلاش فاهم ومستوعب بس ما بيعملش حاجة خالص من اللي إحنا بنقوله عليه لا بيقول لنا ولا بيمسك نفسه ولا بيشاور ولا حاجة خالص ومع هذا بيقول لكم أن كل هذه الأمور واردة وبتحصل مع كل الأطفال في كل مكان في العالم بلا استثناء بلا استثناء فبالتالي كل ما ييجي عليك إحساس بالضيء أو لقدر الله الخوف مش عايز أقول بقى اليأس بس دي كلمة كبيرة قوي الخوف أو الضيء أو التشكك ها اشحني بطارية كده حماسك مرة تانية وافتكري الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك وعايز أقولك أن الفطرة الفطرة هي اللي بتعلم الطفل إحنا بنعمل أدوات إحنا مجرد أدوات إحنا وسائل إنما هو بالفطرة هيمسك نفسه بالفطرة لأن الطفل وده اللي حضرتكم كتير منكم بيوش عارفينه إنه مش هيبقى حابب إحساس إنه هو زي ما بنقول كده باللغة البسيطة إنه يبقى عامل على روحه هو اللي مش هيبقى حابب فهو اللي هيسعى إلى إبداء التحكم وإبداء مزيد من الجهد علشان يتحكب حتى وإن بيّن لنا إنه هو مش في دماغه خالص إياكم واليأس شوف أنا بقول زي ما قلت الحلقة اللي فاتت كده الصبر المطلق أنا بقول لكم في الحلقة دي إياكم واليأس إياكم والدي آه الدي أمر مشروع والجهد وخاصة المهارة دي علشان الأطفال تتعلمها بيكون فيه جهدة حقيقي من الأم من الأم من الأم شوف أنا عمال أقول الأم كم مرة ومن الأب تمام ولكن كل هذا المجهود لا يجب أن تقارنيه برد فعل طفلك في الأيام الأولى أو حتى الأسابيع الأولى لأنه ممكن يبقى رد فعله محبط جدا لقدر الله لحضرتك سواء طفل أو طفلة ولكن تأكدي أن الطفلة هيتعلم تأكدي أنها حاجة مرت على كل الأمهات في كل العصور وفي كل الأزمنة ده كان أول مبدأ عايزين نتكلم فيه طيب المبدأ التاني إيه في تعلم مهارة التحكم الإرادة في التباول والتبارز عند الأطفال إن إحنا ممكن نقدم بعض التنازلات حسب شخصية كل طفل المهم الوصول للهدف طيب يعني إيه بقى الجملة دي هتقولولي إيه التنازلات اللي ممكن نقدمها حسب شخصية كل طفل هقول لكم لازم يبقى عندنا هدف في المرحلة دي إن الطفل يتعلم التحكم الإرادة في التباول والتبارز مش صحي كده هو ده الهدف الواضح والصريح تمام الهدف ده نأجل بقى أو نتغاضى عن بعض الأشياء الأخرى المحيطة بالطفل خلال هذه المرحلة هقول لكم أمثلة عشان تفهموا قصدي يعني إيه يعني مثلا مش لازم لما الطفل يلعب يلم لعبه بعدها هتقولولي الله بس ده سلوك وتربية وكأ ما قلتش حاجة بس لازم نكون عندنا قناعة ومرونة إن إحنا نكون قابلين أو متقبلين أن يكون هناك بعض التنازلات من عندنا في سبيل الوصول إلى الهدف الرئيسي بتاع المرحلة دي الهدف الرئيسي في المرحلة دي إيه إن الطفل يتعلم التحكم الإراضي في التبول والتبرس فلا يجب إن إحنا نضغط على الطفل من اتجاهات عديدة لم لعبك اتكلم بصوت واطي ما تعملش مش عارف إيه اخسل إيدك بعد ما تاكل أو تعالى اخسل إيدك خليك مؤدب وأنا بلبسك سيب الريموت بتاع التلفزيو فاهمين قصدي اقبلوا أنا اللي بقولك اقبلوا تنازلوا قليلا وده مش هيبوص تربية الطفل أو الطفلة خالص لكن إحنا بنركز على هدفنا عايزين طاقتنا وطاقة الطفل يكونوا الاتنين موجهين نحو إنجاز هذا الهدف هدف سامي هدف غالي هدف كبير جدا جدا فأي حاجة تخدنا شوية من الحكاية دي مش برضو كلامي مش في المطلق فاهمين قصدي مش إن الطفل يعمل لقدر الله يعني مصيبة بعد الشر وإحنا نتغاضى ونقول لا ما احنا خلينا مركزين لا أنا بقول إيه نخلي ترتيب الأولويات عندنا الأولوية دلوقتي هي كذا فاهمين الأولوية دلوقتي هي الهدف ده تعلم هذه المهارة المهمة جدا جدا يبقى نتنازل ونتغاضى عن بعض الأشياء الأخرى وقتية مؤقتا هنرجع لكل حاجة تاني بس لما الطفل يتعلم هذه المهارة دول المبدأين المهمين جدا اللي حبيت إننا نبدأ الحلقة النهاردة مع حضراتكم بهم المبدأ الأول هو إياكم واليأس اوعوا تحسوا باليأس في أي مرحلة تمام والهدف والمبدأ الثاني هو أن يكون لديكم مرونة وتقبل لفكرة تقديم بعض التنازلات المؤقتة تجاه بعض سلوكيات الطفل أو بعض الواجبات اللي على الطفل في مقابل يعني نتغضى عنها شوية أو ما نكونش بنفس الصرامة المعتادة تجاه هذه الواجبات في مقابل أن ننجز أو أن نساعد الطفل على إنجاز الهدف الرئيسي الخاص بهذه المرحلة وهو تعلم هذه المهارة الهمة جدا طيب ترجمة نانسي قنقر